اشتركوا في القناة ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي وتمنيتهما بنجاح الاجتماع وما يسفر عنه من نتائج تسهم بإذن الله في حفظ وتعزيز أمن البلدين الشقيقين ونوها سمو وزير الداخلية السعودي بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي أصبحت أنموذجا للتعاون الاستراتيجي في مجال توظيف الموارد والإمكانات من أجل صيانة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي استمرارا لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك من جانبه ألقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة كلمة أكد فيها بأن العلاقات التاريخية بين البلدين تسهم في تعزيز قوة الترابط الأمني منوها بالعلاقات المتميزة بين وزارتين الداخلية في البلدين التي تشهد تطورا ملموسا في مختلف المجالات الأمنية ونقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عددا من التوصيات والمبادرات اللازمة كما شهد الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون في المجال الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر